تقدم النائب أحمد الفضل ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد نزهة على خلفية ما أثير بشأن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين يطلب فيه التحقيق مع كل من له علاقة بالأمر منذ بدء عضويته في مجلس الأمة بالإضافة إلى فحص إغرار الذمة المالية الخاص به وقال الفضل أنني نائب في مجلس الأمة تقتضي واجباته التزام الحذر والتنزه عن تضارب المصالح أو التربح من نيابته وتبيانا للحقيقة وقطع دابر الشك وحول إمكانية حصولي أو حصول أي شخص قريب لي على أي استفادة مادية أو عينية أرجو التحقيق مع كل من له علاقة بالأمر منذ بدء عضويته بمجلس الأمة